تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أنقرى عن كتب حالة المصريين المصابين في حادث الحريق الذي تعرضت له سفينة بضائع بالقرب من السواحل التركية كان على متن السفينة 14 مواطنا مصريا ضمن طاقم السفينة المكون من 17 شخصا قامت السفارة المصرية في أنقرى بالتحرك منذ اللحظات الأولى لوقوع هذا الحادث للإطمئنان على المواطنين المصابين وطمأنة ذويهم كما تواصل السفارة اتصالها بالوكيل الملاحي لضمان حصول المواطنين المصابين على مستحقاتهم المالية وتنعي وزارة الخارجية في هذا الإطار المواطن المصري الذي وفته المنية جرأ هذا الحادث